السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبايا ملوك طيور الزيم. ادعا رجالة واجمل اخوات. رجعنا لكم فيديو جديد من سلسلة تغذية الطيور. وهنتكلم فيه عن البرتقال. هنعرف عنه كل شيء. كنته الغزائية وفوايده الصحية. وطريق تقديمه للطيور. لكن قبل ما نتكلم يا ريت كل اللي بيشاهدنا الاول مرة. اشترك في القناة ويفعل زر الجرس. ليصلوا لكل جديد على قناتنا وقناتكم ملوك طيور الزيم. رجعنا لكم مرة تاني. البرتقال فاكهة مرسومية مهمة جدا في التغذية وفوايدها الصحية مهمة اكتر في فصل الشتاء. وبما اننا دخلنا في فصل الشتاء وبدأت معاه المشاكل الصحية زي البرد والامراض التنفسية. ربنا يحفظ طيورنا منها. يبقى لازم نقدم البرتقال للطيور كوقاية واحماية من اي مشاكل خاصة في فصل الشتاء. ولو حابب تعرف تركيبة البرتقال الغزائية من مغازيات وفيتامينات ومعادن واملاح. فهي مشروحة على مدونة ملوك طيور الزيناء بالتفصيل ورابط الموضوع اسفل الفيديو. وده طبعا علشان الفيديو ما يكونش طويب. طيب ايه هي فويد البرتقال للطيور اقول لك? بيرفع مناعة الطيور بسبب فيتامينجي. في او القلب. بيحمي الكلا ويحسن من اداءها. بيعالج امراض البرد البسيطة بشكل طبيعي زي الرشح والزكام. بينشط الدورة الدموية. بيحسن من عملية الهضم. بيحارب الالتهابات. بيزيد من قوة المنقار والازافر. بيحمي الطيور من الامراض السرطانية. وبيحارب اصابة الطيور بالسمنة المفرطة. طيب بنقدمه للطيور ازاي? احنا بنقدمه بطرقين. الطريقة الاولى ودي للطيور مع كوفة المنقار زي البج والكوكتيل والريدرام وطيور والحب الفشر والروز. فبنقدم لكل طائر قطعة من البرتقال مرة في الاسبوع. اما الطيور مستقيمة المنقار زي الكنار والحسون والزبرة والجاوة والحمام. فبنقدم لها البرتقال عبارة عن عصير. وبنقدمه بديل الماء في المسائي مرة كل اسبوع. طبعا الكلام ده في حالة الوقاية. اما في حالة العلاج فبنقدمه ثلاث مرات في الاسبوع. كده نكون عرفنا كل شيء عن فوائد البرتقال للطيور وطريقة تقديمه. ربنا يحفظ طيورنا وطيوركم وكل شر تحياتي بهاء محمد.